اشتركوا في القناة في منزلة الجبهة وهي للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو رح يمكث في هاي المنزلة القمر لغاية الساعة ثمانية واربع وخمسين دقيقة من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا القمر لما بيكون موجود في برج الأسد بيأثر على جميع الأبراج بالفترة هاي انه منوخذ من صفات برج الأسد او اللي بتقول السماء الغالب على جميع الأبراج هي صفات برج الأسد فبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعن التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعن اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين ولكن نظرا لحساسية برج الأسد انه ما بتحمل الانتقاد فهنا اي شخص بتوجهوله انتقاد بالفترة هاي ما رح يتقبل منكم ورح يكون له ردة فعل سلبية بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة اللي ما زالت مأثرة هو اول زاوية هي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي زي ما حكينا ذروتها يوم تسعة وعشرين احداش هي مستمرة لغاية خمسة اتناعش بظل تأثيرها موجود وعادة عند هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة بتعذر علينا فهمها بما سبق وبزداد التوجه لاجراء اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس منفصلة ايجابية بين الزهرة وبين المريخ وهاي طبعا بتظلها متشكلة زاوية المنفصلة لغاية تسعتاش اتناعش بعدين بتنتهي تأثيرها انه بسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم مع القمر وطبعا تأثيرها طول اليوم اول زاوية هي زاوية التقابل السلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب وعراقيل ابتطلب منا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تريها وبرضو هاي زاوية سلبية زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وواحد وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء الاكثر حساسية في جسمنا خلال الفترة هاي اللي هو القلب الشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري الظهر الجنبان هدولا اكثر الاعضاء الحساسية بهاي الفترة عشان هيك لازم توفرولها العناية الاضافية او العناية اللازمة اذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي يعني اعملوا فحصات دورية طبعا بالنسبة لليوم هذا يوصى باجراء عمليات جراحية غير مناسب لاجراء اللي هو القص الشعر العلاجي يعني هو للتجميل يصلح للصبغ يصلح يوم مناسب برضو لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة مناسب لازالة الشعر الزائد بالنسبة لمطعوم كورونا برضو اليوم مناسب طبعا بالنسبة للتوصيل دائما نحكيها انه كل ست ساعات حبتين بندول او براستيمول على اساس انه تحافظوا على الحرارة لمدة ثلاثة ايام وتخففوا او تسكنوا الالم بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الاسد خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة ستة وعشرين احداش بيبدأ في تمام الساعة اربعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى اليوم التالي اي حتى يوم السبت اللي هو سبعة وعشرين احداش حتى تمام الساعة ثنتين وعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر لبرج العذراء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدب واحد وعشرين يوم في تمام الساعة سبعة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بيصبح اثنين وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمسة وستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش هي الان سعيدة بنسبة مية في المية ولكن في ساعات الظهر بتنزل سعودتها لسبعين في المية اما بالنسبة للقمر في الاسد حتى يوم سبعة وعشرين احداش هو منتحس بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات المساء تقريبا بصير منتحس بنسبة ستين في المية اما بالنسبة للعطارد في القوس حتى يوم ثلاثة اتناش منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناش سعيد بنسبة سبعين في المية المريخ في العقرب حتى يوم ثلاثة اتناش منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوته في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود في البيت الخامس يعني بيت الحض وبيت العاطفة ولكن زي ما سمعنا أن القمر منتحس اليوم فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم هاي فترة مثمرة وإيجابية ممكن تنجح بحملة ترويج عشان هيك بدك تكون جريء في طرح المواضيع اللي أنت بدك إياها وبتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تطلق جواب أو عرض ولكن بما أنه منتحس القمر فعشان هيك منقول حاولوا أنه اليوم تهتموا بأحباكم بدون ما تضغطوا عليهم أو تتحكموا فيهم أو تعصبوا عليهم أو تفتحوا مواضيع نقاشية انتقادية لإلهم وهذا الشيء ممكن يسبب مشاكل ما بينكم وبينهم في منكم رح يهتم بأمور إلها علاقة بالمراسلات والاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلد برج الثور ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم بتجدوا تعاون من أفراد العائدة ممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلة أهم شيء أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة والمتصلبة في نفس اللحظة معنى اتجاه أفراد العائلة بالنسبة لوضع العصبية موجود عندك ممكن أنك ما تتحمل أي انتقاد أو أنك تهمل التزاماتك العائلية بالفترة هاي فبدأك تنتبه من هاي النقطة حاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة حاول أنك تستشير طبيبك إن شعرت بشيء غير اعتيادي طبعا في منك ورح يهتم ببعض المسائل المالية اللي هي للأموال المشتركة وبرضه أمور إلها علاقة بالتواصل أو الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق أو معاملات تتعلق بالدراسة أو بالسفر برج الجوزاء بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو يتواصلوا مع أخ أو جار بالفترة هاي أو يتعاملوا معاهم أو يكون في نوع من أنواع المساعدات ما بينكم بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم إشي أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وممكن تكثر عندك الزيارات والتنقلات ولكن الأهم أنك تنتبه أثناء تنقلاتك أثناء قيادتك للسيارة ممكن يصير بعض الأعطال بتنال أجهزة الإلكترونية أو أجهزة الحركة عندك يعني بمعنى لو أنت ماشي هيك تضرب إيدك في باب أو تتفركش رجلك بدك تنتبه أثناء حركتك برضو خلي كلامك واضح وصريح عشان ما تنفهم غلط ويصير فيه نوع من أنواع المشاكل في نفس اللحظة لا تدخل بأي جدالات أو نقاشات لأنك أنت الحلقة الأضعف بالفترة هاي في نفس اللحظة في بعض الاهتمامات بمستحقات لإلكم أم أو موال ممكن تطالب فيها اليوم برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدك تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إشي إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي إنك تتفائل وتتحرك النقطة اللي أنا بدي أحذرك منها انتبه من بعض المحتالين أو من بعض المستغلين لإلك على المستوى المالي لأنه بالفترة هاي بيكثروا وبرضو بيصير فيه نوع من أنواع الاستنزاف المالي النقطة الثانية على مستوى العمل حاول إنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم عليك وحاول برضو تخلي علاقتك جيدة ما بينك وبين زملائك بالعمل ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي ما بينك وبين الشريك شريك المال أو شريك العاطفة أو ينتهي خلاف أو توصلوا لحل مشكلة معينة برج الأسد طبعا اليوم بتبدأوا فترة أو يوم أفضل من الأيام اللي مضت وهذا اليوم رح يعديلكم نشاطكم المفقود أكثر بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي بتقدر اليوم توضح وجهة نظرك وتهتم بمظهرك رح تشعر بالحماس الفائضة وتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد اليوم رح تمتلك أفكار باهرة وحلول مذهلة بتبدأ صفحة جديدة في حياتك الأهم أنه على المستوى العاطفي الأجواء جيدة بالنسبة لإلك وبتدعمك على المستوى العاطفي وعلى مستوى الحظود فممكن اليوم تشعر بطاقة عالية جدا وقدرة أو رغبة للتواصل مع الأحبة أو مع الأبناء أو مع أشخاص يعني من أفراد العائلة المقربين لإلك فعشان هيك بتقدر أنك تتواصل معهم أو تبادر بمصالحة أو تقارب أو نصيحة لإلهم وفي نفس اللحظة فيه شيء له علاقة بالعمل إما تطوير عمل أو اهتمام بإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن الأهم الاهتمام بالصحة لأن الصحة شوي لسه بدها نوع من أنواع الرقابة برج العذرة بسيطر التعب عليكم لليوم الأول لأنه اليوم انتهى خلوة المسار واليوم القمر صار موجود في بيت متاعبكم طبعاً رح يظل مستمر لصباح يوم السبب فعشان هيك حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة وسوء التفاهم أو الوسواس أو الشك أو الغيرة أو الأمور هاي ممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك بالفترة هاي ابتعد عن الضجيج والصخب وحاول أنك ما تحسم قرار بالفترة هاي لأنه مش لمصلحتك وحاول أنك ما تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ رح يكون فيه اهتمام عالي أكثر على مستوى العائلة والبيت ومشتريات صيانة ترتيب أو إشي إلو علاقة بأفراد العائلة رح تهتم فيه بشكل كبير على المستوى العاطفي عواطفك لسه مش ثابته فيه نوع من أنواع البلبلة ولكن اليوم تقريباً بتتضح الأمور لبعض المسارات فممكن تتعزز علاقاتك العاطفية أو تتواصل مع الأحبة أو مع الأبناء بطريقة إيجابية في منك رح يمارس هواية لإلوه أهم شيء أنه ما تتخذوا قرارات برج الميزان بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر وبديها عالي جداً اليوم بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية ورح تعرف لقاءتك نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنك ما تفرض سلطتك أو تتحكم بأصدقائك وحاول أنك ما تماطل بأعمالك وإنجازها أو بالأعمال الاجتماعية فبدك تعالج كل التشنجات اللي ممكن تصير أهم شيء أنك تتشجع على العمل الجماعي طبعاً اليوم أنت عندك نشاط عالي جداً للتنقلات برضو زي ما حكينا والحوارات والسرعة البديهة زي ما حكينا قوية جداً ممكن يكون لك نوع من أنواع تعامل أو يعني تقارب ما بينك وبين أخ أو جار بالفترة هاي اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة الفترة إيجابية دعملها إليك بشكل قوي في منكو رح يهتم بأمور التكنولوجيا إما مشترى أجهزة إلكترونية أو صيانة سيارة أو سيارة جديدة يعني الأمور هاي برضو في سفريات قصيرة لموليد برج الميزان وفيه اهتمام على المستوى العائلي مناسبة اجتماعية أو لقاء أو حدث عائلي بلفت انتباهك ممكن بعض الأعطال تترتب لها نوع من أنواع التصليحات أو مشتريات برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وابتهدأ يعني عندك الوتيرة شوي في بعض المسائل ولكن برضو إذا صار أي شيء بعاكسك أو بنرفزك فلازم تهدأ اليوم وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب المخالفات والمجازفات الشائكة احرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك ما تبادر بأي شيء يشوه سمعتك الآن البيت الأول بالنسبة لإلك بحفزك على بعض المشتريات أو الرغبة بصرف الفلوس أو الاهتمام بالأمور المالية في منك رح يحصل بعض المكاسب أو يهتم بتسويات أو مطالبة بالحقوق وفي منك رح يهتم بأمور التنقلات والاتصالات والحوارات والتواصل أو رغبة بأمور إلها علاقة بالسفر اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة الأجواء جيدة وبتدعمه والحظ بيكون معاه بصفه في هاي الأمور ممكن يكون لكم نوع من أنواع الاهتمام بأخ أو جار أو مسألة إلها علاقة بأحد أفراد العائلة برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات أو بالدورات ممكن اليوم تشارك في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة اليوم بتهتموا بهواية جديدة حيوية عالية جدا متحمس جدا أنت لمتابعة كل الأمور وعندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل إيجابي جدا طبعا فيه رح يكون لكم نوع من أنواع الاهتمام على المستوى الشخصي ممكن تهتم في حالك أو شيء له علاقة بالتجميل أو له علاقة بالمظهر أو باللباس أو تهتم بشكل شخصي ببعض المطالب الخاصة فيك ممكن تفكر في مستقبلك أو تفكر في خطوة جديدة لها علاقة بعمل جديد أو لها علاقة بتقديم طلبات أو قضية معينة الأجواء إيجابية داعملة إلك على المستوى المالي برضو بتحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي منكو ممكن يحصل على هدية أو دعم أو مثلا أموال له كان صعب أنه يحصلها بالفترة الماضية برج الجديد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن اليوم تناقشوا موضوع بتعلق بتمويل أو قرض أو تحصل على التسوية اللي أنت بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحان صعب كان يعني صعب بالفترة الماضية ولكن اليوم رح تنحط بتجربة معينة حاول أنك تعالج الشؤون العائلية المهمة وخصوصا الأشياء اللي بتطرأ فما تتخلف عن العلاقات الاجتماعية والعائلية أو أنه تتخاذل أثناء تعاملك مع أفراد العائلة في مسألة مهمة هذه نقطة النقطة الثانية في منك رح يهتم بأشياء لها علاقة بالمؤسسات أو الشركات الكبيرة يعني مستشفيات سجون أو الاهتمام بشيء اللي علاقة بمؤسسات كبيرة الاهتمام بالغيبيات رح يكون واضح بشكل كبير بالفترة هاي برضو عندكو طاقة إيجابية أنتو ملفتين للنظر برضو تعزيز العلاقة مع الجنس الآخر بالفترة هاي ممتاز برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر بتكو تحاضروا الخلافات وحاولوا أنكم ما الضخموا الأمور اليوم بتبدو شوي مرهفي الإحساس في عندكو نوع من أنواع التوتر وهذا الشيء بسبب لكو نوع من أنواع القلق القمر مقابلكم فعشان هيك بتكو تحاضروا من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم شوي متقلب وفي نوع من أنواع العصبية وهذا الشيء بيثير النفور للأشخاص اللي بتعاملوا معاك فعشان هيك بتكو تحاضر من هاي النقطة وفي نفس اللحظة بتكو تنتبه على مستوى أمور إلها علاقة بالأصدقاء اليوم ممكن يبادر أحد الأصدقاء لمساعدتك في أمر ما أو تحصل دعم من خلال علاقة اجتماعية أو مناسبة اجتماعية أو معارف جدد يدخلوا على حياتك فعشان هيك ممكن تلتقي صديق بشكل مفاجئ أو يساعدك صديق بشكل مفاجئ هذا أمر على الأمر الثاني الاهتمام بالغيبيات وبالمؤسسات الكبيرة رح يكون ظاهر بالفترة هاي ممكن بعض يهتم بأمور قضائية أو قانونية أو يحاول يحل مشكلة بتتعلق بشيء قديم جدا يعني بظهر على الساحة بشكل مفاجئ برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت القمر صار موجود في البيت السادس فعشان هيك الاهتمام رح يكون اليوم كله على العمل على الصحة أغلب الوقت فعشان هيك بتكون تهتموا اليوم بأمور أنه ما يتراكم العمل عندكم لأنه رح يبدأ بالتراكم تدريجيا حاولوا تنجزوا أول بأول أعمالكم ما تحاول أنك تحمل أكثر من عمل في نفس الوقت على أساس أنه ما يصير في لبكة وما تقدر تنجزها انجزوا فقط اللي بوسعكم إنجازوا دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وتنتبهوا لراحتكم حاولوا أنكم ما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعوا ظروفكم الصحية بدك تحاول تكون دقيق ومنظم ومراعي لظروفك ومعنوياتك اليوم في محمل فرص لا أمور إلا علاقة بعمل جديد أو تعزيز العلاقة ما بينكم وبين رؤسائكم بالعمل ممكن يكون في علاقة مع شخصية مهمة أو تواصل مع شخص ذو منصب أو أنت بتسعى لمنصب معين بالفترة هاي فاليوم خطوة جيدة أنك تسعى لها وخصوصا إذا كانت دعم من أحد الأصدقاء أو أحد الأصدقاء بزكيك أو هو اللي بيسعى في هذا الأمر راح يكون فيه إلك لقاءات اجتماعية اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو ممكن يتوجه لك هدية مثلا أو دعم معين في نهاية الحلقة بحب أشكر كل الأشخاص اللي رغم أني ما ذكرت بالفترة الماضية بسبب وضعي الصحي لا العليقات لا اللايكات لا المشاركة إلا أنه ما قصرته بالفترة الماضية في هذا الأمر لقيت أنه ما زلت موجودين وبكثافة شكرا لدعائكم الأشخاص اللي تفقدوني بالدعاء بالفترة الماضية ومستمرين للدعاء لا إلي بارك الله فيكم الله يجزيكم الخير وشكرا للأشخاص المنتسبين في القناة واليوم عنا منتسب جديد يعني بارك الله فيك ولاثقتكم وإن شاء الله أني مظل عند حسن ظنكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء